وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عادل توفيق بشارة خبير الطاقة المتجددة بداية دكتور وبعد التحية كيف ترى إذن تقدم مصر سلاسة مراكز في مؤشر تريليما العالمي للطاقة أهلا بحضرتك السندم هو طبعا المؤشر باين من عنوانه أنه بياخد تلات معايير عشان كده هو تريليما تلات معايير بيقيس عليهم مستوى الاستدامة بتاعة الطاقة في أي دولة من الدولة وكون مصر تقدمت عدة مراكز ده معناه أن احنا أحرزنا تقدم يعني المعايير دي بالنسبة لمصر زادت بنسبة مختلفة وده اللي خلانا نكسب عدة مراكز في القائمة يعني بنتقدم والحقيقة ده نقدر نعزيه لعدة أسباب أول حاجة أن احنا حققنا النسبة المطلوبة في مصر لسنة 2022 اللي هو يبقى عندنا عشرين في المية من الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء المستهلكة في مصر والحقيقة احنا وصلنا للرقم ده وطبعا بنهدف إلى رقم أعلى من كده شوية اتنين واربعين في المية في سنة عشرين خمسة وتلاتين ويمكن ده يحصل بدري عن عشرين خمسة وتلاتين بعد الحقيقة الزخم اللي جابوا كوب 27 والتسمرات الجديدة اللي داخلها في الموضوع الحاجة التانية وهو ما مدى الأفوردابيلتي يعني ما مدى تحمل الناس لأن احنا نعمل طاقة نظيفة وأن احنا نبيعها بتكلفة مقبولة أو معقولة بالنسبة للمستهلكين والحقيقة ده حاصل في مصر لأنه مزيج الطاقة في مصر لا زال في الطاقة المتجددة نسبتها إلى حد ما معقولة وهي من مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأيضا من المصاقط المية اللي فيه السد العالي وخزان أسوان لأن ده جزء أيضا من الطاقة النظيفة اللي بتحسب في المحفظة أو في ميزان الطاقة لأي دعم نعم بالطبع يعني يا دكتور أضف إلى ذلك يعني أن تكون مصر مصدر للطاقة المتجددة خصوصا الهيدروجين الأقدر وأن تكون مركزا له في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إذن كيف ترى ذلك وكيف ترى المكاسب الاقتصادية لتجمع الطاقة المتجددة في مصر ويتصديرها للعالم على وقع الأرض هو حضرتك طبعا إحنا مصر ربنا حباها بالطاقة الشمسية على مستوى الرقع الجوربية لمصر كلها إحنا بلد مشمسة إحنا بنقع في منطقة اسمها الحزام الشمسي وده أعلى نسبة إشاع وأقل عالد أيام يعني الشمس فيها بتبقى ضعيفة أو ليلة أو من عدمة وبالتالي أو أيضا عندنا نسبة الرياح سرعات الرياح عالية في مناطق مختلفة في مصر وعندنا أيضا المخلفات الزراعية وغيره وإذا المصدر تعلت برضو لمصادر الطاقة وكل أنواع الزبالة اللي ممكن استخدامها لتوليد الطاقة كل دي مصادر تستخدم كطاقة متجددة أو طاقة نظيفة اللي هي بنسميها طاقة خضراء والطاقة دي بقى لما حنتجها وحتبقى عندي فيها فائض وإحنا الحقيقة عندنا فائض بالوقت من الطاقة الشمسية وده اللي خلت دولة تتجه أنها تضع خطط لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأن الهيدروجين الأخضر ليس مصدر طاقة في حد ذاته إنما الهيدروجين الأخضر هو منتج طاقوي هو منتج زيه زي البنزين وزيه زي الغاز الطبيعي وزيه زي أي منتج تاني أقدر أضغطه وخزنه في خزانات تحت الأرض واستخدمه على مدار 24 ساعة وأيضا أقدر أصدره زي الغاز الطبيعي المسال ومن هنا أصبح موضوع الهيدروجين الأخضر هو حل لتخزين الطاقة تخزين استراتيجي يمكن استخدامه في الدولة أو تصديره للخارج وعشان كده السياسة الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس طبعا ركزنا في موضوع الهيدروجين الأخضر وفتحنا المجال لشركات متعددة كنسيات متعددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر علشان تبقى مصر أحد المراكز المهمة أو البلاتفورمز المهمة أو الأسواق العبورية يعني الطاقة تعبر من عندي اللي موجودة ما بين ربط ما بين أسيا وأفريقيا وأوروبا نعم وضحت أسورة شكرا جزيلا لن يكون له حدود وإذا الحقيقة حيبقى عايزة أقول حل كمان أيضا لمشاكل طبعا العملة الصعبة وخلالها أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عادل توفيق بشارة خبير الطاقة المتقددة